أحسن الله لكم هذا يسأل فضيلة الشيخ ويقول في حارتنا أحد الأشخاص الذين يبكرون للمسجد يقوم بحجز مكانه في المسجد بصفة مستمرة ويضع سجادة في مكانه ثم يعود إليها إذا كان يبكر إلى المسجد ويصلي ما تيسر له ثم يذهب إلى مكان آخر في المسجد ويضع سجادة وهو موجود في المسجد فلا باس بذلك أو كان سابقا إلى المسجد ثم عرض له حاجة وخرج ليتوضى أو ليقضي حاجته السريعة ثم يرجع فلا باس أن يضع في مكانه شيئا يحفظه له أما إذا كان يضع السجادة في المسجد ويروح لأشغاله وأعماله أو ينام أو ثم يحضر في آخر في آخر الوقت فهذا حرام عليه ولا يجوز ولا يجوز لمن حضر في المسجد أن يترك هذه السجادة تحجز المكان بل ترفع نعم